انا الدكتور محمد نجيبة بوزيد وستاذ هندسة تشهيد بالجامعة الامريكية كان الغرض من هذا المشروع هو استنباط والوصول الى افضل السبل لانتاج خرسانة زي تيت الاضاءة استنادا الى تجارب معملية وحقلية تمت في اماكن قليلة جدا في العالم الطالبات ودي جزء من الشرائح او سلايز هم استخدموها استخدموا مواد محلية موجودة في السوق المصري عملوا اختبارات كثيرة على هذه المواد اولا ثم على استخدامها في الخلطات الخرسانية باستخدام مواد تجارية موجودة في السوق المصري وصلوا الى درجة اضاءة جيدة وموردية جدا طبعا بنسب متفوتة وعملوا اختبارات زي اختبارات الايدكس والتحليل لهذه المواد والى الخرسانة المنتجة عملوا خلطات خرسانية كما يعهدها السوق المصري أو السوق العالمية بس أيضا خلطات خرسانية أخرى ربما تكون غير مألوفة بالمرة وهي فعلا غير مألوفة بالمرة خلاصة النتيجة التي توصلنا إليها الفتيات في البحث الألمي الحمد للناجح لهم لما أنتجوا خرسانة مضيئة زي ما حضرتك شايف كده في الإضاءة في درجة الإضاءة المنخفضة في درجة الإضاءة المرتفعة شوية فيه ظهور لهذه الإضاءة وأيضا مقاومة إجهاد عالية مقاومة إجهاد العالية إحنا كمهندسين إنشائيين أو مقاومتها للضغط بعد 28 يوم مقاومة عالية تؤهلها للاستخدام في المنشآت أو الخرسانات الإنشائية يعني مثلا شايفين قدامنا 40 ميجا باسكال بعد 28 يوم وأدي النتائج اللي توصلوا إليها بعد التأكد من خواص الخرسانة بصفة عامة إنها خرسانة جيدة واستخدامها وعملوا اختبارات ضوئية أيضا على هذه الخرسانة أنا بستعرض النتائج اللي توصلوا لها سواء بالنسبة للإضاءة سواء بالنسبة لمقاومة الخرسانة ووصلوا إلى تقدير برضو مبدئي لتكلفتها اللي هي تكلفة في البداية تكلفة مرتفعة كمواد ولكن الحزبة الإجمالية لابد أن تأخذ بالأعتبار الإضاءة التوفير البيئة إنها كاز ده على المجتمع وأجمل حاجة حيب أحبها في البحث العلمي اللي بيعملوا الطلبة معي أو أنا معهم إن إحنا بنضع توصيات زي ما إحنا استندنا لتجارب سابقة لما يتم ويجب عمله في المستقبل للوصول لتائج جميلة سواء الطلبة دي أو تخرب بقى الحيز المنتج النهائي سواء من خلال الطالبات أو المهندسات دلوقتي اللي متخرجوا أو من خلال منظومة البحث العلمي ترجمة نانسي قنقر